اشتركوا في القناة ما هو اسوأ من اللي احنا هنتناوله حاليا الحقيقة الكابتن رضا عبدالعال بنى فلسفته الاعلامية على قصة الترند والترند يجي ازاي قدم اي كلام بدون معنى بدون سند بدون اي فكر فني او اداري والكلام ده عال فيه اوي وما تخليش حد يقولك اي كلام مضاد ليه وانت هتبقى ترند واتنتقل من مكانة اعلامية لمكانة اعلامية اخرى لا 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 مش على سبيل النقطة ادرج وبدأ يتعامل وياخد خبرات الكاميرا والكلام ده كله لا مكانة مادية هو خلاص بقى بيلعب على النقطة دي النقطة دي هي اللي مشغلاني النقطة دي هي اللي مخلياني اظهر النقطة دي ما انا ما عنديش حاجة تانية اقولها جماعة هو انتم فقرين لما اتجبونا اتكلم فني هيكون عندي فني اقولك ما عنديش والله هتيجوا تكلموني اداري انا عندي اداري اقولك ما عنديش والله أنا عندي إيه أنا عندي أي حاجة فأي حاجة نعلي بيها السقف ونطلع ترند ونتعايش وتزيد المشاهدات ده رضا عبدالعال باختصار شديد طب هل ممكن في وقت من الأوقات يغلط مرة ويغير موقفه اللي هو واغده على طول الخط ده لو تم إحراجه بفطولة تم إحراجه بفوز لا 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 أنا رأيي ثابت مش مبدأي ثابت أصلي في ناس عندها ثابت على المبدأ لا كابتر رضا بقى عنده ثابت على الرأي إيه هو الرأي اللي هو لا حاجة تعالوا نسمع الفيديو ده عشان نعرف الفارق ما بين أسوأ ما تناولناه في الإعلام العربي وأسوأ ما هنتناوله من كابتر رضا عبدالعال عشان ما لعبش حاد إيه عشان ما لعبش حاد لا في بص كده في العينة كابتن في الملعب استنى بس يا كابتر استنى استنى بس استنى بس استنى بس استنى بس تبص في ملعب العملية التنظيمية ما ليش دعب فيك من عام تديه درجل ونصح في جايب يأكل عيه مين ده كولر ازاي كابتر ايو اقول لك لا لا ده مدرب هايل يا مين اللي قال لك مدرب هايل يبقى انا اسمع بقى يا بادح ما ليش دعب الناس خد مننا بقى خد مني واسمع وكيف انا قلتلك مش يحكم عليه دلوقتي حزر تمام قولنا بعد المشور بعد مطش في يوتشر اللي فات حكمت عليه خلاص عشان ليه اديه عشرين فيه طرد اللعيف في يوتشر فيه نقص عدد الديئة اتنين وعشرين الاهل بيجيب الهدف الاول طبيعي تنزل تجيب التاني والتالت والرابح صح وطرد حصل ما انا قلتلك في الديئة اتنين وعشرين طرد حصل الديئة اتنين وعشرين النادي الاهل احسن الشحاج جاب جون صح صح فينه هو بقى طول السبعين ديئة وارد دا مش وارد ليه واقف نايم على الخط واقف نايم على الخط الكلام دا الكلام دا لما تعدوه تاني وتسمعوه تاني اتعرفه فلسفة كابتن رضا عبدالعال اتكونت منين فلسفة كابتن رضا عبدالعال اتكونت من جمل بتكتب على تكاتك لما قولك اتكع الصبر اسمع مني بقى وخد وتكيف دا مش كلام اعلامي ولا كلام رياضي ولا كلام فني ولا كلام اداري دا كلام بيشوفه مكتوب على ظهر تكتك فبييجي ينقل هول نحن في الاعلام الرياضي دا كابتن رضا عبدالعال اللي هو انا قاسف جدا ما عندوش اي سيفي اي سيفي يذكر في التدريب ولما راح فرق يعني كان المفترض تصعد هبط بيها وحاجات كتيرة جدا 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 جاي بيتحدث عن مرسيل كولر مدير فني الناد الاهلي اللي قدر ان هو يحقق دورة ابطالة افريقيا بس انت هتقول لي لا لحظة الكلام دا كان قبل ما كولر يحقق دورة ابطالة افريقيا فما تهرجش بقى ساما ما يمكن الراجل لما بيحقق دورة ابطالة افريقيا بيكون موضوع اختلف وبيكون موضوعي وبيغير قصة تكاتك ويروح لأي وسيلة مواصلات اخرى معرفش بقى لا كل الناس ممكن تتوب إلا كابتر رضا عبدالعال عن اي شيء سلبي يقص الاهلي لا يتوب لما نسمع كابتر رضا عبدالعال والنادي الاهلي متوج بدورة ابطالة افريقيا في لحظة الاعلام العربي كله بيحتفي به رضا عبدالعال كان رأيه ايه في كولر نطلع ونسمع قلت ممكن نزود جملة تانية عالتورتاية بعد اي اذنك لو الاهلي كسر قلت اي جملة ممكن نزودها طب انا عايز جملة بس هنكتب كولر مدرب علامي لا 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 ليه لا يا كابتر رضا يا عم رو حجري ليه بس يا عم رو حجري خلد 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 يا عم راق ما تترفيز بيشو راضا انت بش قلتك انا الراجل يا كابتر رضا انت بش قلت خلاص حقك علي طب استنى بس هموين يا غضع انت مالك بقى بولك ايه طب انا عايز جملة دي يا خبتر يا ابن الله يا غضع مش هكتب وربنا ماكتب ده لو خدمت بطولة الراجل ما عندنا ده ماسك النادي الاهلي اللي بيكسب النادي الاهلي وجماعيره مش هو ده بيغار في الديع 70 يا راجل يا راجل بيغار في الديع 70 يا راجل يا راجل روح بقى الله يسمحك يا أخي الله يسمحك عصبتلي الراجل وأنا عمل ملاسيسه ده يقولك أبه لازم تيجي تنرفزه في الأخير والله لازم تيجي تحط الختمة يا أم انت مالك انت مر الرهان والراجل سقفلك في الموضوع اليوفت ماشي أنا موافق وقتك بيخلص وقتك بيخلص هو حر بس أنا ما تقولي أنت خلاص يا كابتر إيه ده حقك عليك أنا حجيبه أنا يافت أكتب عليكم يا عم حقك عليك ما تبتب اللي أنت عايزه بص وانت داخل اكتبه على سيد راجل وإحنا بندب نادي الاهلي حقه وبنجيب الناس اللي بدت النادي الاهلي حقه لازم كمان نجيب الناس اللي طول الوقت كانت بتحاول تشد النادي الاهلي التحت وعلى رأسهم رضا عبد العالي لأن القصة ما كانتش مجرد رأي القصة وانت بتحاول تقف على رجلك كان فيه حد طول الوقت بيحاول يخليك ما تقفش بيحاول طول الوقت يستهدف كولر معنويا وعملها مع مسماني وعملها مع غيره لأنه طول الوقت المدرسة واحدة أن النادي الاهلي مش حقق أهدافه طول الوقت المدرسة واحدة أنه دلوقت يقول ده النادي الاهلي يكسب بأي حد النادي الاهلي يحقق البطولات بأي حد ولما تيجي تختار اختيار سيء أو تختار اختيار ما يحقق البطولات هتلاقي رضا عبد العالي في أول الصف اللي بينسى كلمة ما تحققش بأي حد وحيقولك أن انت فشلت ليه؟ لأن كان ده هدفه كان هدفه مع كولر وهو قبل اللقب وبعد اللقب بيقولك مدرب ملوش فيها لا مش كولر اللي ملوش فيها انت اللي ملكش فيها صدقني والله ملك فيها بكل الطرق ملكش فيها عارف ليه؟ لأن لما تيجي على أستاذ تدريب حقق بطولات في سويسرا وصل بالمنتخب النمساوي للترتيب العاشر على مستوى العالم كأفضل تدريب ليه في تاريخه؟ للأسف ما كانش يعرف أنه هيجي يوم في تاريخه يقيمه واحد قال على نفسه هجاص ما كانش يعرفها كولر وهو راجل بيكتب عنده من أعلى الأكاديميات العلمية في العالم في كرة القدم تقييمات وتحليل لشخصيته واسماته الفنية والشخصية ما كانش يعرف أنه هيجي رضا عبد العال في يوم قاعد في استوديو يقول عليه مدرب ملوش فيها ما كانش يعرف يا جماعة الناس دي طول الوقت بتحاول تضل العقول الناس احموا الكرة المصرية من أمثال رضا عبد العال الناس دي بتحاول تطفي أي حاجة منورة في الرياضة المصرية ما انفعش يا جماعة ناس وصفت نفسها بالهجاصين نسيبهم يكلموا الناس ويخاطبوا الناس في الكرة وأنا هنا بقف عنده جملة عظيمة جدا للفنان إيهاب توفيق لما قال له رضا عبد العال جملة واضحة وصريحة قال له انت قاعد في المكان ده غلط دي جملة لقصت حاجات كتيرة جدا الناس في الرياضة والإعلام مش قادرين يقولوها انت قاعد في المكان ده غلط لو كابتر رضا عبد العال عايز يقدم برنامج كوميدي اعملوله يا جماعة برنامج كوميدي وخلصونا وريحونا احنا إنما استمرار الكلام ده هو شيء يسيق للرياضة المصرية ويسيق لإنجازات الرياضة المصرية وطول الوقت بيشدك لتحت عشان كده بقول الرياضة المصرية مفترض ما يكونش فيها مكان للهجسي تعايز برنامج كوميديا وزان بالكوميديا ايه لا مع نفسه بقا اللي بتفرج عليه بقا ليه جمهور كتير اسمع مني عجبتني مكانك مش هنا انت مكانك فوق لا ملاش ده عفودي يعني الحقيقة ده اعتدنا عليه من كابتل رضو عبد العالم والحقيقة الرسالة واضحة رسالة واضحة الأكواد العالمية مهمة جدا الالتزام بالمهنية مهمة جدا الحساب للمخطئ مهمة جدا لكن ان الموضوع كده متساب في متساب اعتقد بيدر بجيل كبير جدا واجيال ممكن تطلع فتلاقي ده النموذج وتلاقي ده النموذج اللي بيخليه قاعد في الاستوديوهات طب بوليه لا ليه ما كونش رضو عبد العالم وانضم لكتيبة الهجسي وانضم لكتيبة الهجسيين واعمل مشاهدات واعمل شهرة واعمل شعبية يا جماعة خلاص خلاص كفاية يعني كفاية يا ريت نتوقف عن مثل هذه الامور فيه اعلاميين بنوعد ننتقدهم ونبقى في النهاية عنده حاجة حتى لو الحاجة انت مختلف معها في النهاية ممكن يكون تلعب حاجة كويسة في وقت وقت عمل حاجة نجح فحياته نجح كويس كابتل رضو عبد العالمين من بعد ما هو لاعب مفيش مفيش الحاجة نروح لنجمة اخر في الاعلام الرياضي المصري الحالي وايضا عنده قدرة رهيبة جدا على انه يثبت انه هو ما عندوش بعض نظر على الاطلاق فبالتالي بيدرب مصداقية اراءه في وقتها يعني لما يجي تكلم عن ان لاعب زي طارق حامد افضل من كانتي يا جماعة هنا هنهزر مع كامل احترامنا طبعا لقيمة كابتن طارق حامد ولكن الموضوع فنيان صعب ولكن حتى لو انت ما سمعتش منه قراء سابقى ممكن تقول ايه عنده بعض نظر لكن لما تكلم